اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد تحدث في الدرس الماضي عن الإسلام و الإسلام هو انتماء الإنسان إلى هذا الدين العظيم و أن هذا الإنسان قد خضع لربه عز وجل و أذعن له سبحانه و استسلم لربه بالتوحيد و انقاد له بالطاعة و تبرأ من الشرك و أهله هذا هو الإسلام بالمعنى يعني الخاص و الشرعي أن تستسلم لله بالتوحيد و أن تنقاد له بالطاعة و أن تتبرأ من الشرك و أهله هذا هو الإسلام و الله سبحانه و تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون لأن كلمة الإسلام كلمة التوحيد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أبى أكثر الناس أن يتلفظوا بها و يذعنوا لها فالله جل وعلا يقول و إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فأكثر أهل الأرض هم الذين أشركوا بالله و كفروا بالله لأن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن نحن عندنا إسلام و عندنا كفر فما في هناك منزل بين المنزلتين إما أن يكون الإنسان مؤمنا بالله أو أنه يكون كافرا بالله الله سبحانه وتعالى يقول و من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين و النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي المريض و كان هذا الغلام يعني طريح الفراش فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه و دعاه إلى الإسلام فقال له قل لا إله إلا الله اشهد أن لا إله الله و أني رسول الله فسبحان الله العظيم نظر هذا اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم و الحديث في صحيح البخاري فقال هذا اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله العظيم مات هذا اليهودي فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذا اليهودي فماذا قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ما أعظم هذا الدين و ما أرحم هذا النبي الكريم الذي قال الله و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام هذا اليهودي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفد منه مالا و لم يستفد منه أنه ذهب إلى الجهاد ولكنه تسبب في إنقاذه من النار و من الخلود في النار إن دخلها لكن الإسلام يجب ما قبله فمن دخل الإسلام فهو كيوم ولدته أمه ليس عليه من الذنب شيء فبعد ذلك تبتدأ الملائكة بكتابة أعماله إما في الحسنات أو في السيئات لكنه إذا دخل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله فالإسلام نعمة عظيمة الإسلام نعمة عظيمة و هذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للناس إلى قيام الساعة الله يقول و من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ضد الإسلام الكفر والشرك عيسى عليه السلام قال لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم و معنى هنا بظلم يعني بشرك لأن لقمان عليه السلام لما كان يعظ ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأعظم الظلم هو الشرك بالله كما جاء في حديث بن مسعود قلت يا رسول الله في الصحيحين قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا و هو خلقك و الند هو الشريك و الشبيه و المثيل فالله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد فليس له سمي و ليس له مثيل و ليس كمثله شيء و هو السميع البصير هو الإله الحق العظيم الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى الذي ينبغي لنا أن نتوجه بكل عباداتنا له من صلاة و صيام و من ذبح و نذر و كل الأعمال فلا يجوز أن نصرف شيئا من العبادات لغير الله لأننا إذا صرفنا شيء من العبادات لغير الله و لو كان شيئا يسيرا فقد أشركنا و الله سبحانه وتعالى يقول و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد و كن من الشاكرين بل الله فاعبد و كن من الشاكرين الله جل وعلا يقول و من يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فالشرك ظلمات عظيمة بعضها فوق بعض و الشرك سبب للخلود في جهنم و العياذ بالله كما قال سبحانه إن الذين كذبوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء و لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط و كذلك نجزي المجرمين و النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الجنة لا تدخلها إلا نفس موحدة مؤمنا أو كما قال عيسة السلام فلا يدخل الجنة مشرك أبدا المشرك ليس له سبيل إلا إلى جهنم أما المسلم الموحد الذي شهد أن لا إله أهل الله و أن محمد رسول الله فهو الذي يدخل الجنة طبعا إن كان صادق في قوله و في عمله لأن ليس كل من قال أشهد أن لا إله أهل الله و أشهد أن محمد رسول الله أنه صادق لكن كل من شهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله قالها ظاهرا فإننا نأخذه على ظاهره أما ما في القلوب فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب و لذلك لما أسامة كان في المعركة و جرى خلف أحد المشركين فهذا المشرك عندما رأى أسامة و قد رفع عليه السيف فقال هذا المشرك أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله فضربه أسامة قتله فبعد ذلك أسامة ندم يعني كأنه فعل شيئا عظيما فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خوفا من السيف فقال هل لا شققت عن قلبه فماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة فالأمر جد خطير فلذلك لا تتكلم تطعم في النيات و تقول فلان قال كذا يقصد كذا و كذا هذا الأمر جدا خطير عليك أن تتقي الله عز وجل و أن تحافظ على حسناتك حتى لا تذهب أباء منثورة و أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان عن عثمان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول و العمل و الحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل و إياكم مشاهدين الكرام إلى ختام فعالياتنا و أنشطتنا نلتقي بكم في حلقات مقبلة لكم منا أجمل تحية و مع السلامة شكرا للمشاهدة